اللص الشهير حكاية من التراث الألماني في قديم الزمان عاش لص محترف كان باستطاعة اللص أن يحيا حياة هنئة إلا أنه لم يفكر يوما بالإقلاع عن السرقة ظن اللص أنه لا يوجد أحد في مثل دهائه وكان شديد الفخر بذلك كان لهذا اللص ولدان فرايدر وهينر فعلها أبي ثانية إنه شيء مزعج هل توجد وسيلة لتقويمه أنت تعلم مدى اعتزاز أبي بهذا العمل إنه شديد الفخر به كما أن أمي تشاركه نفس الشعور بذلك نعم لا نستطيع أن نتركه دون أن نفعل شيئا فلنحاول بأي وسيلة السرقة عادة سيئة ها عندي فكرة ما رأيك إذا قمنا بسرقة أبي ربما يكف عن ذلك أنا واثق من ذلك نسرق أبي نعم نسرق شيئا يقوم أبي بحراسته وبذلك نكون قد تفوقنا عليه ها ها إذا تبكرنا من سرقته سوف يتألم ويشعر بالخجل ويترك السرقة لكن هذا ليس كافيا يجب أن نجعله يقسم بأن يقلع عن السرقة فكرة جيدة ولكن يا أخي هل تعتقد بإمكاننا أن نسرق؟ الأمر بسيط استخدم عقلك أنت ما تستطيعان سرقة؟ ماذا؟ نعم سوف نسرق ثلاثة أشياء حددها أنت مستحيل لن تستطيع ذلك أبدا نتراهن هسنا أوافق أراهنكما على رأسي ورأس أمكما إذا شيتما إذن لماذا لا تقسم بالإقلاع عن السرقة إذا نجحنا في سرقتك هل تقبل بهذا الحب؟ لا لا تقسم ماذا يبقى لك إن أقلعت عن السرقة سوف تصبح ذليلا لا أحب أن أراك هكذا نعم لا تقلقي السرقة ليست أمرا سهلا نستطيعان القيام به إن كان الأمر كذلك فأنا مستعد لنقلع عنها في الحال حسنا قبلت التحدي نعم في اليوم التالي استعد الولدان لإثبات مهارتهما وكان أول شيء عليهم أن يسرقاه هو انظر إلى هذا العش فوق شجر العصفورة الأم ترقد على بيضها أريدكما أن تسرق البيض دون أن تشعر الأم بذلك هل تستطيعان؟ حسنا نشوف أذهب إذا حاول أن يخرج البيض من تحت الأم سوف تشعر بذلك دون شك ماذا؟ بانثار أوه لقد نجح السرقة ليست بطولة الاختبار الثاني هو أن يقوما بسرقة هذه العنزة قبل وصولها إلى البيت عندما يحاولا لسرقة العنزة يتوقف الجرس فألتفت لأضبطهما متلبسين بالسرقة هوا هوا هيا كفة عن ذهلك كفه how ya بدها العمل هيا حاضر لن… لن ألتف Violin أن أسهل عليكم المهمة بدأ اللس يشعر بالقلق لقد هزم مرتين حتى الآن ما الذي تفعله هنا يا عزيزي سوف تصاب بالبان انسكتي لا بد من أن أبرد رأسي هكذا ليفكر بحيلة حسنا افعل ما تشاء ولكن لا تحضر إلى الفراش وأنت مبلل هل تفهم؟ وجدتها فراش السرير وكان آخر اختبار هو أن يقوم الولدان بسرقة فراش السرير الذي يرقد عليه اللس وزوجته هيا مهي الأمر هيا بسرعة أعطني هذه السطرة بسرعة ترى ما الذي يدبره هذان الولدان في تلك الليلة سعد اللس مبكرا إلى غرفة النوم وراح ينتظر قدوم الولدين لسرقة الفراش ها هما لقد أقبل ترى لماذا رجح أنف اللس لقد أصيب بالبرد بعد أن وقف بالمطر هيا أسرع كفا إنهما ولداك كفا لا بأ سوف أؤذبهما قليلا يا زوجتي نعم ارتح قليلا فأنت مصاب بالزكام ماذا فعلت ماذا فعلت ها سوف أذهب لأرى ابقي أنت على الفراش فربما كانت خدعة منهما نعم أنا زوجة سيد اللصوص لا تقلق أسرع ماذا هذا هذا أنت لقد أمسكت به لن يستطيع خداعي سوف ينام في العراء نعم خيرا فعلت خيرا فعلت أعطني المفرشة بسرعة كي ألفه به وألقي به بعيدا من هنا لحظة لحظة هيا هيا خلق يا إلهي لا تهتمي لقد فزت عليهما ولكنهما سببا لي الفزع ماذا المفرش أخذ المفرش لقد خدعت لا تحزني عزيزي إنهم يمزحاني معك لا تحزن لا تحزن أرجوك لقد أقلعت عن السرقة منذ الآن السرقة فعلا ليست بطولة سأعمل عملا شريفا في الحق هذا هو عين الصواب أنا سعيد وأنا منذ الغد سأقوم بعمل ذي قيمة وأرجو أن لا كنت قد خيبت أمالك يا عزيزاتي أنا سعيدة لن أخاف بعد اليوم كنت أخشى دائما أن يقبض عليك أنا؟ يقبض علي أنا؟ أوه حمد لله أنني أقلعت عن السرقة نجحت خطة فرايدر وهاينر نجاحا كبيرا وأقلع لس نهائيا عن السرقة حقا إن العمل المنتج شرف للإنسان وهكذا عاشت العائلة عيشة شريفة كريمة آمنة